سياء الأخبراني أنني أصبحت عبئ على الدولة بعد ساعات فقط من ظهور سلوان موميكا بمقطع مصور قال فيه إن السويد سحبت الحماية عنه وإنه بات في خطر تعلن الشرطة السويدية سماحها بتنظيم تظاهرة لشخصين أحدهما موميكا أمام السفارة العراقية في ستوكولم لحرق نسخة من المصحف الشريف والعالم العراقي وفقا لوكالة فرانس بريس الشرطة السويدية بررت إعطاء الموافقة بأن الإذن للتظاهرة لم يمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كتب دينية بل على أساس إقامة تجمع عام للتعبير عما سمته حرية الرأية مضيفة أن ما سيجري في التجمع لا يعني بالضرورة الموافقة عليها تخبط وتضارب وصفه مراقبون بأنه استهزاء بمشاعر العالم الإسلامي الذي خرجت شعوبه منددة بالإساءة للإسلام بذريعة الحرية رغم وجود قوانين سويدية تتيح للشرطة رفض السماح بالتظاهرة إذا كانت تمس بأمن البلاد أو إذا أدت لأعمال أو كلمات تحرض على الحقد العنصري زيف الدعاءات استوك هولم فضحها تصريح سلوان موميكا نفسه الذي قال بأن سلطات السويدية ساومته خلال فترة تصاعدة حدة الغضب الإسلامي على إعادة فتح ملف لجوئه تصريح يؤكد بحسب مراقبين بأن السويد على علم بأن موميكا كان عنصرا ضمن ميليشيات الحشد المتهمة بارتكاب انتهاكات ضد الإنسانية في نينوى وبالتالي فإنها أوقعت نفسها ضمن دائرة الاتهام في رعاية واحتضان شخص نفذ جرائم حرب كما هو الحال مع عناصر ميليشيا البيكيكي والتي وفرت لهم بيئة آمنة ومارسون فيها أنشطتهم وإن صنفوا كمنظمة إرهابية